هنا بعض السائل أو مجموعة أسئلة جاءتني حقيقة كلها يعني السؤال حاول قضية هل التيمم هذا أصليه بيقول جميع الصلوات ولا لكل صلاة أتيمم تيمما واحدا هذه أخي الفاضل بارك الله فيك مسألة عند الفقهة يسمونها هل التيمم مبيح أم رافع ما معنى الكلام هذا بعض العلم يقولون التيمم مبيح ما معنى مبيح يقول مبيح لهذه العبادة فقط ما يرفع الحدث أصلا يقولك ما يرفع الحدث مثل الماء لا إنما هو مبيح يعني مثلا إذا جئت تصلي صلاة الظهر وما عندك ماء أو عجس عن السلام تتيمم طيب أنت الآن على وضوء وما انتقض وضوءك يعني على طهار يعني ما حدث منك شيء ينتقض به الوضوء أو التيمم نقول مثلا وجد صلاة العصر اللي يقولون بأنه مبيح يقول لازم يتيمم مرة ثانية لاحظت هذا يسمونه مبيح أو مثلا جاء يريد أن يقرأ القرآن على قول من يشترطون الطهارة يقول صلاة الظهر ويقرأ قرآن يقول لازم يتيمم القرآن لاحظتم هذا المعنى طيب القول الثاني قالوا لا التيمم رافع مثل الوضوء ما معنى رافع؟ قال رافع للحدث يعني الإنسان إذا تتيمم الآن مثلا صلاة الظهر يصلي الظهر وصلي السنن وصلي العصر مدام ما انتقض وضوءه ويقرأ قرآن ويطوف حول الكعبة مثلا إذا كان في مكة ليش؟ قالوا لأن التيمم رافع مثل مثل الطهارة بالماء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ولذلك جوابا على سؤالك أقول لك نعم يجوز لك أن تصلي جميع الصلاة مدام أنه ما انتقض وضوءك ما انتقضت يعني ما أحدث فإنك تصلي بهذا التيمم لأن التيمم في أصح قولي أهل العلم أنه رافع هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فتصلي الحمد لله الفرائض تصلي السنن تقرأ قرآن تطف حول الكعبة تلمس المصحب مثلا هذا كله مشروع ولله الحمد والمن